لوندس عماد الشباسي قائم بأعمال مدير شركة المبارية لإنتاج البزور بالقرارة الوزارة 242-2012 الخاص بتأسير أعمال الشركة الشركة دي كانت متحفظ عليها في 23 عشرة 2012 لاستشعار الدولة بإن لها أمال عام موجود داخل الشركة وحرص على المال العام ده فهي تحفظت بالقرارة الوزارة ده العاملين كان لهم دور في المتحفظ ده بإن هم كانوا رفضين وجود المستثمر السعودي اللي هو ليه سبقة استثمار في مصر من خلال طنطل الكتان دي الشركة التانية بتاعته ده هي النبلية لإنتاج البزور الملفات بتاعت الشركة دي ملفات كبيرة في الاستلاع على المال العام وإهضار أرض الدولة الراجل ده كان النهاردة في مجلس الدولة كان فيه دعوة بطلان لقرار 246 من طرف المستثمر احنا كنا بنقيد النهاردة جهة الإدارة فإن هي تتمسك بالقرار ده لإثبات حق الدولة فيه نجحنا النهاردة في إن المحكمة حاكمة النهاردة بإن القرار ده ينتهي الشبط المستعجل بتاعه وتحل المفاوضين العاملين في الشركة رفعين دعوة بطلان لعقد بيع شركة المبالية لإنتاج البزور المباسيد لكمية الفساد والمخالفات اللي موجودة في عقد البيع منها أنه هو راجل مستثمر أجنبي تملك الشركة بالنسبة 100% وده القانون 230 اللي هو تملك الأجانب ده يعتبر دوهر بطلان وجود الراجل ده على الأرض دعوة البطلان المقامة من العمال اللي هي 5237 66 قاف دي حالياً دلوقتي في مفاوضين الدولة وفي دعوة تانية من أحالي لهم مصالح خاصة بالشركة 12-0-17 66 قاف برضو دي حالياً منتظرين تقرير المفاوضين فيها وإن شاء الله إحنا بنتمنى أن الأرض دي والشركة دي تتعود للدولة زيها زي تنطل الكتان وخاصة أن هي الشركة الأولى في إنتاج البزور والتقاوي في مصر الشركة دي كانت بتتمتع أو كانت غرض من إنشاءها أنه هو إنتاج البزور والتقاوي للزراعة المصرية من عناصر الزراعة الأرض والمية والبزرة ده كان عنصر مهم أنه هو لازم الدولة تمتلكه طبعاً في الفترة العهد اللي فات كان من ضمن للسراتيجية بتاعتهم بيع يعني عنصر استراتيجي بيتكلم عن البزور هو عليه باعوا للشركة دي في الخاص خاصة بلغم إن الشركة آخر ميزانية ليها قبل البيع سنة 99 كانت محققة مكاسب العاملين اللي حضرتك شايفينهم دلوقتي عند هيئة الاستثمار كنا بنتكلم مع هيئة الاستثمار إن ما ينفعش تفاوض مع المستثمر لأن ما ينفعش واحد يكون استولى على أراضي البلد ما ينفعش يكون واحد أجنبي تملكها ما ينفعش يكون إنه هو هدد الاختصاد بتاعنا وحنتفاوض معها على إيه حيرجع الفلوس اللي أخذها ولا حنديله الأرض فمبدأ التفاوض هنا مرفوض شكلا وموضوعا وعليه إحنا طبعا بنتكلم مع الهيئة العامة للاستثمار أو وزارة الاستثمار إن إحنا نكون طرف أصيل لو حصل أي تفاوض إحنا الطرف الأصيل اللي موجود في التفاوض فيما عدا ذلك لا يصح التفاوض اسمي سمع عبد السمع عبد العزيز قبل ما يفعل التقاوى اللي هي المسطنة والتقاوى اللي هي المهجنة اللي إحنا نحتاج للإستراض من بره كل التقاوى دي كان بتطلع من عندنا من الشركة لغاية ما اشترى المستثمر في التسعة وتسعين ماشي وغير نشاطها بالكامل لشركة موالح بصوب ومزارح سماكية بعين أن العقد يقول أنه لازم يكون نشاطه في التقاوى من ضمن الحاجات التانية أنه كان شغال بلم إيجارات بلم إستحقاقات المفروض أن الحكومة هي اللي كانت تلمها هو اللي بلمها المفروض أنه شارق أرض مباني ودمك المفروض من أي مستثمر يتملك مترة مصر أرض مباني بالذات كان يطلع تسريحات وكان يشغل أختم الحكومية بالكامل مع أنها المفروض يطلع عليها التحفظ من يوم ما تبعت الشركة للمستثمر السعود أولا الموظفين دي يعني هدفهم من ده كلاته أنهم ما لهمش أي هدف غير أن الحق يرجع للدولة اللي عايزين لحافظ من أي وزير ولا من أي حد أننا إحنا حاسين أن دي الدولة دي بتاعتنا لا يشبداعة المستثمر لا بتاعت وزير السسمار ولا بتاعت أي رئيس الدولة ملك للدولة يعني ملك للناس اللي فيها الناس ما مابتش في الصورة عشان خطر يجي وزير أو يجي رئيس يعمل أي حاجات من دماغه زي ما كان بيحصل الأول أن يجي وزير يقول لك آه ده أنا حاس صالح الصالح بصفتك إيه؟ الدولة ملك اللي الشعب كله ما يشملك وزير السسمار ولا ملك الرئيس مرسي نفسه ولا ملك الدكتور الشام منديل ماشي اللي بيطلع تسريحات وكان من ضمن حاجات كان بتتفاوض من أيام الدكتور الجنزوري برضو كان بتتفاوض وبعتنا فاكسات الوزير الرئيس الجنزوري أيام ما كان مسك رئيس الوزراء ماشي وقفنا بتتفاوض أيامها وعلى الرغم إنه وقفت معنا أيامها مجلس الشعب كان أيامها لسه ما نحلش وقفت معنا ناس والحمد لله أيامها وقفنا بتتفاوض ييجي لما جي الرئيس مرسي يشغل التفاوض تاني وضد العمال والفين اللي هو بيقولك حق العمال وبقول إن العمال بيعيد العمال بقولك إن فيش عمال حين فصل مين اللي قال كده؟ أنا معي ورقة بتقول إن المستثمر بعيت لقاني وعشرين من زميلي عشان عملنا رقابة مستقلة في الشركة بيجيب قول عاملين المهضرة بالأهم النظام الصادر لحد دلوقتي ماشي وعملناها على مسؤوليتنا الشخصية مع إننا عارفين إن إحنا هنمشي حيتلفق لنا تهم محمد القهوة موظف في شركة النبراهية المتاجة تزورنا بسارة والله إحنا مشكلتنا كانت مع المستثمر إنه هو لما جاء حصل قرار التحفظ اتخلى عننا ووسبنا من غير مرتبات وكننا في الفترة دي بداخلين على العيد ووسب كل الموظفين من غير ما تفرقلهم أي مالبين وكان فيه رصيد للشركة في البنك فكان هو عنده خلفية وقت كده أن فيه قرار تحفظ طلع للشركة سحب كل رصيدة الشركة من الجنو ووسب رصيد الشركة صفر ووسب كل الموظفين كان في غيرنا بين العيد ثلاث ليان تعديداً من غير ولا ماليم فإحنا بفضل الله وبفضل اللجنة اللي حفظت على الشركة من وزارة الزراعة قدرنا أن احنا ندور الشركة ذاتياً من خلال وفاة جادة للعمال وقدرنا أن احنا ننتج ووصلنا لحد الوقت من رصيد صفر لحد عشر مليون رصيد في البنك الموظفين صرفوا مستعاقاتهم المالية بالنسبة للجور ومستعاقات هي بتبقى زي حاجة جماعة أمومية كده فصرفنا رضو أجزاء منها بفضل الله ووصلنا للرصيد اللي بقول لحضراتك عليه وهو كان بداية الشركة في البداية بيع الشركة كانت باعت لمستثمر متخصص في إنتاج التقاوي البزوغ لأن الشركة دية تبدأت تأسسها تأسست عشان كانت بتغطي 60% من احتياجات السؤول مصري في إنتاج التقاوي وكان حتى من ضمن الباجات بتاعتها اللي بتنزل على شكار وعلب التقاوي نوباسيد تعني السفر كانت نوباسيد على مستوى الجمهورية على مستوى الدول العربية ده اسم في عالم إنتاج التقاوي حضرتك طبعا شفت بعد كده أهضروا إنتاج التقاوي لما باعوا للشركة دية نوباسيد بيتمتلك مصنع ألماني من أكبر مصنع إنتاج التقاوي في مصر والشركة الأوسط كان متخصص في إنتاج وغربالة وتكفيف التقاوي والتعبين المصنع ده بيطاجر دلوقتي البناس من بره كده فلاحيين يغرفونه فيه غلى وحاجات زي كده بالأجل الشركة كلها تغير نشاطها دمزارع فاكهة ومزارع سماكية حاجات بتفضل بس المستثمر أنه يصدر مثلا برطوان حاجات زي دية يحط في جيبه الخاص ما فيش حاجة بترجع منه على الدولة ما فيش مثلا حاجة بيخد الفلاح كان بيعتمد أنه بيشتري التواب بتاعته مؤتمدة من شركة نوباسيدة